وبعدين فيه هنا بقى حاجة خطر لان انا هقول لكم ايه اللي بحصل في صلاح بعد شوية فيه هنا حاجة خطر جدا انه جمهور محمد صلاح وهو له قدره وقمته وسقله وسقاتنا فيه وانه الراجل فعلا يعني اضاف الى قوة مصر انه عندنا نلاعب زي ده ومشرفنا في العالم زي ما بقول ومنفرح المصريين لا جمهوره يريد ان يحول محمد صلاح الى صاحب قداسة هتشرب منه او هتشتكلم لا لان احنا عنينا جدا من تحويل اشخاص بعينهم او مؤسسات بعينها او كينات بعينها الى اشياء مقدسة فوق النقط فوق النقط يعني اللي هو ايه اجماعة لا يسأل عما يفعلهم يسألون ده ربنا فقط اي حد اي حد متاح ان انت تتكلم معاه وتقول وتقول رأيك افرض واحد مش عاجبه محمد صلاح طريقة لعبه مش عاجبه حتى شكله يعني اوه بالنسبة لي شكله ده حاجة عظيمة جدا ومميزة جدا وهو الواد يعني اللي هو مش فاهمه يمكن او بلاش اقول كده اللي مش واخد باله منه الوسير الصلاح منتصر ان ده جيل لانه محمد صلاح عامل هوس هوس في العالم مش في مصر بس وانا ممكن لو جاز يا جماعة معانا الصور بتاعة الناس اللي قاعدين بيقلدوه في كل حتة يعني شباب صغير واطفال صغيرة اصبح محمد صلاح موت اهو يعني ده طفل انجليزي هناك اهو بيقلدو لأ وبيقلدو سوال صلاحة منتصر في الدقن والشعر ولابس التشيرت بتاعه فده مثلا اهو طفل انجليزي بيقلد محمد صلاح فالهوس موجود يعني عندنا حتى فنانين يعني مثلا فيه فيه صورة الاحمد السعداني فنان الشاب الجميل احمد السعداني اهو بيقلد محمد صلاح حتى يعني سيبدأنه على نفس الطريقة ولابس شرط مصر وعمل حركة بتاعة صلاح رجل بتوجه لربنا مش بس هنا يعني فيه مشجعة من فيه صورة شهيرة مشجعة اهو مشجعة من ليفربول بتقلد محمد صلاح ومتقلع لسانه يعني اللي هو بقى دي رسالة لمن يومه الامر اه فيه فيه طفل طفل انجليزي تاني اللي هو اهو ده ده كاتب بقى اسم صلاح وكاتب اه اغنية اغنية مو صلاح في الكراسة بتاعته في مدرسته ده طفل اسمه اه 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 اوسكار اه واصل مسألة اه واصل مسألة الفين هو ده تقريبا نفس الطفل يا جماعة هو تقريبا نفس الطفل اهو تاني انجليزي برضو محتفي بمحتفي بصلاح بطريقته بطريقته معانا ايه تاني بعد كده يا شباب اهو يعني ده في المدرجات المسألة ايه المسألة اه يعني طفل ده كان عايز تشيرت بتاعه وصلاح راح اه 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 ادهون طيب ففيه فيه هنا ايه حالة هواس هواس بهذا النجم المصري الشاب البسيط الذي خرج من قرية مصرية واصبح حديث العالم وناس مبسوطة بيه على كده اللي مبسوط بيه على كده زي الفل حد قال رأي تاني اه نبقى سدرينها يعني اه اه زي هو اقول لحضراتكم اوسع شوي فيه مساحة من التسامح شوي لكن انه الناس حد يقول حاجة مختلفة فالناس تقوم هذه القومة وبتاع ونس الحقيقة انا سأني الاساءات اه لي شخص الاستاذ صلاح منتصر لانه لم نعرف لو انتوا عاوزين نقدر قيمة محمد صلاح لا لازم تقدره لهذا الرجل قيمته وقدره واسهامه في الحياة العامة والحياة السياسية والحياة الصحفية المصري ببساطة شديدة جدا لان هنا ما ينفعش بقى فيه معيارين انت تقدر محمد صلاح لانه عمل حاجة وانا اقدر هذا الرجل لانه اضاف حاجة المصري انت ممكن ما تعرفهاش يعني ممكن ما تعرفهاش لكن احنا نعرف بالاضافة انه انا احذر من خطر تحويل محمد صلاح الى ذات مقدسة لا احد يقترب منها ولا احد يتحدث عنها وبعدين يعني اللي هو المسألة عادية جدا وطبيعية جدا